تتوالى الأيام والشهور والفصول والسنوات أمهات المختطفين يواصلن وقفاتهن الاحتجاجية أمام كل المؤسسات الأمنية والمعنية في العاصمة المؤقتة عدن للمطالبة بالإفراج عن المختطفين والمخفيين قصراً في سجون تديرها الإمارات تحت لهيب الشمس الحارقة تظاهرت الأمهات أمام منزل وزير الداخلية أحمد الميسري لمطالبته بالقيام بواجباته كمسؤول أول عن الأمن في البلاد وإنفاذ وعوده وتعهداته بالكشف عن مصير عشرات المختطفين في سجون إدارة أمن عدن والحزام الأمني وعلى وقع تقارير تتحدث عن تصفية المختطفين وتعذيبهم وثقتها رابطة أمهات المختطفين ومنظمات دولية مما فيها مجلس حقوق الإنسان تواصل الأمهات والأبناء تظاهراتهم الاحتجاجية ووقفاتهم السلمية للكشف عن مصير عشرات المختطفين خوفاً من مصير وحشي ينتظر المخفيين قصراً في سجون الإمارات وميليشياتها في عدن الإمارات العربية المتحدة وميليشياتها في العاصمة المؤقتة تواصل تجنيد الميليشيات التي تتمرس على الاختطافات والقتل والاغتيالات بدلاً من الالتزام بالعمل تحت مسؤولية الشرعية والمواثيق الدولية وتعمل أيضاً مع شركات أمنية أجنبية على قتل وتصفية من لا يحضون بحب محمد بن زائد وفقاً لموقع بيزفيد الأمريكي ومن ضمن المستهدفين مختطفين محررين حيث عثر على أحد المختطفين جثة هامدة قرب نقاط الحزام الأمني شرقي عدن اشتركوا في القناة